أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة لناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأول أقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم ساتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نتابع التعليم حول أعمال الرسل إذا أنهي اليهود عن التعليم باسم المسيح يجيب بوترس والرسل بشجاعة بأنهم لا يمكنهم أن يطيعوا من يريد إيقاف مسيرة الإنجيل في العالم هكذا يظهر الاثنى عشر بأنهم يتحلون بطاعة الإيمان التي يريدون أن يهدوا إليها جميع البشر في الواقع وبدءا من العنصرة لم يعودوا رجالا عزلا بل اختبروا ذلك التعاون المميز الذي جعلهم يلغون المركزية عن أنفسهم ليقولوا نحن والروح القدوس أقوياء بهذا العهد لم يسمح الرسل لأحد بأن يخيفهم ولم يتراجعوا في مسيرتهم كشهود شجعان للقائم من الموت وكشهداء لجميع الأزمنة بما فيها زمننا هذا الإصرار هز النظام الديني اليهودي الذي شعر بأنه مهدد وأجاب بالعنف والحكم بالموت لكن وفي وسط المجلس ارتفع صوت فرسي مختلف اختار أن يحتوي ردة الفعل جملائيل وكان من معلمي الشريعة وله حرمة عند الشعب كله في مدرسته تعلم القدس بولوس أن يحفظ شريعة الآباء تكلم جملائيل وأظهر لإخوته كيف يتم فن التمييز إذا أوضاع تتخطى الأسليب المعتادة هذا الرجل الحر والملهم قد فهم أن أتباع المسيح هم مختلفون عن أية بدعة أخرى ويظهر بأنه ممتلئ من مخافة الله في رغبته في حماية حياة الذين وبحسب إخوته يستحقون الموت لقد أظهر جملائيل أيضاً أنه يتحل بحكمة نبوية لأنه يدعو الآخرين لكي يتنبه لعدم الاستسلام لتجربة التسرع ولكي يتعلم أن ينتظر تطور العمليات في الزمن إن التمييز الذي قام به جملائيل هو فن ثمين أيضاً بالنسبة لنا نحن الجماعة الكنسية للألفية الثالثة لأنه يدعونا للتحل ببعد نظر وبنظرة تأملية على الأحداث ولكي لا نعطي أحكاماً متسرعة ونفهم الديناميكية لعملية ما في فترة زمن أوسع وأطول وأن نؤمن أن المؤمن الحقيقي سيعطي ثمراً في أوانه لنطلب من الروح الكدس أن يعمل فينا لكي نتمكن من أن نكتسب عدد التمييز ونتعلم أن نرى على الدوام وحدة تاريخ الخلاص من خلال علامات مرور الله في زمننا وعلى وجوه الأشخاص الذين هم بقربنا لكي نتعلم أن الزمن والوجوه البشرية هم رسل الله الحي قبل ورسلوا على آرنا أحكام المسمي لدينا قسمة أرواع وليس من الممک أرواع أو في ربما أرواع للجلناة وأشخاص قد ترونينا أرواع لنحفظم لنحفظم من المسال Cerchiamo di favorire la ricerca di criteri del discernimento personali e comunitari necessari per raggiungere la conoscenza della volontà di Dio, nella quale risiede ogni pienezza di vita. Il Signore vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.